اللجنة على غاية من الأهمية هي لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي ورئيسة السيدة هالة جبالة مدام هالة مرحبا مرحبا شكرا لك على قبول الدعوة لحديث على عديد المشاريع من القوالين المعروضة والتي ستعرض على اللجنة وعلى البرلمان قبل العطلة البرلمانية جزتما الآن في علاقة بلجنتك مدام اللجنة هالية شنو الأولويات اليوم اللي قدام اللجنة لجنة الحقوق والحريات فيما تبقى من وقت في السنة النيابية في انتظار أن تشوفوا بكشي فما حتى استعجال نظر في قوانين ولا فما حتى يمكن عدم الذهاب إلى عطلة البرلمانية وقت لها وفما قوانين بالعشرات موجودة في الفرزنة متفاضل مدام أولا لجنة الحقوق والحريات حاليا عن مقترح الذي تقدمه به سيدا نواب الذي هو متعلق بتنظيم الجمعيات وتنقيح المرسوم 28 لذلك إتمام المقترح الذي قدامنا والعمل العلي هو من أولويات اللجنة إن شاء الله نأخذ نكملوه قبل العطلة البرلمانية ويتعدل للجلسة العامة ويتعدلنا استعجال نظر في المشروع الحكومي اللي هو كيف كيف متعلق بنفس الموضوع تنظيم الجمعيات هذا ما فهمناش يجب أن نقفو شوية ونفهموه ناس كل ما بعضنا للرأي العام معناه تو هذا زادا صار في الشيكاترا وقت اللي حاجة تتعطل شوية عند الحكومة يقوم البرلمان يقول أترش كيفاش أنا تنعمل زادا المبادرة متاعي وهذا فيه نوع من الضغط على العمل الحكومي وكيف يجي مشروع الحكومة تنعمل تقريبا دغم ما بين المشاريع الجوز نحطوا شوية من الامبرانت متاعنا البصمة متاعنا كمشرعين وفي نفس الوقت نتنغموا مع الحكومة مش صحيح مش صحيح أولا أغلب المقترحات اللي جاي فيها مقترح من النواب ومشروع من الحكومة هي جهة المبادرة الأولى اللي تقدمت بالمقترح وبالفكرة هما النواب دونك هذي لاحظنا في ستة وتسعين لاحظنا في الاربعمية واحدة شو حكينا عليه برشا لاحظنا في قانون المسئولية الطبية وحقوق المرضى اللي بعد ما خدمنا مجلس النواب عليه وعد ما تم نساق على تقيير وتعالى المجلس اسمعنا اللي لوزارة في بلاغة اللي هي خدمة على مشروع وبشتبعت بزده كيف كيف للمجلس دونك هنا نشوفه بتاتر ما نعرش هنا يا شنو هو مش مشكلة كثيرة لتوتفاسان ما كونش في منافسة مع الحكومة ما نش في منافسة توتفاسان ما نش في منافسة المهم يخرج قانون اللي هو بش يصلح ولا بش يوضيف للمشهد اللي موجوده اليوم المجلس الوزاري المضايق صار مؤخرا زاد بشرف سيد رئيس الحكومة وخصي سالي موصلت النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات دابور تعرفوا شي حاجة على هالنسخة هذي اللي موجودة عند الحكومة هي راهو معوش جديدة لحكاية بعد ما تقدموا سيد النواب بالمقترح متاح يوم 7 أكتوبر في 11 ديسمبر صار بلاخ في الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة اللي يحكيوا على تكوين لجنة استشارية فيما يخص قانون الجمعيات وكي تفهم البلاغ تفهم اللي وقتها القانون ديجا حاضر هي لجنة استشارية اللي تجويده ولي مراجعته معناها في اللمسات الأخيرة من وقتها ما فما ستخبر كي احنا بدينا نخدمه وبيدينا في السماعات وبيدينا نصدعه في أعضاء الحكومة في الوزارات وفي المؤسسات المعنية ما زينا ما تحصلناش دجا على الإدارة العامة لجماعيات والإدارة العامة المكلفة بالمجتمع المدني مؤسسة إفادة هذو ما الكل ووزارة العدل ما زالوا ما عطوناش تأكيد لحضورهم خطر احنا بدينا طوى نجي فما شوية تأجيل بدينا بالوزارات الأخرى دونك وقتها احنا فهمنا اللي بتات حوما بش يعودوا ينسقوا بش يخرجوا المشروع دونك دونك احنا بش نستنعو طوى أنو المشروع الحكومي يخلط البرلمان ينفو يخلط البرلمان فما سماعات داخل اللجنة جديدة داخل اللجنة في علاقة بيطف احنا نستنعو موش نستنعو معناه احنا بطبيعتو بش الجيل ما تفهمين احنا قادين نختمو علي عنا ما نجامش نحكي على حاجة وانا ما جيتنيش ما نجامش نعطيها برمجة ما نجامش نركز معهم انك انت سيتك رئيس لجنة الحق والحريات هل أنو فما سماعات خاصة نحكي على مجتمع مدني نحكي على شركاء نحكي لكونت تصفيهم خاصة بمشروع الحكومة يعني الناس سمعتوهم المرة الأولى إذا كان جانا مشروع الحكومة وأحنا مزلنا ندرسه في المقترحة اللي قدامنا ومزل ما تصدقش عليه إذا كان جاي مشروع الحكومة بطبيعة على المحتوى متاع واحنا نعمل السماعات مش على الفكرة العامة كان على المشروع على تنظيم الجماعات صحيح ومعطاونا برشة رؤيتهم في كيفاش يتصلح القانون اللي عنا كيفاش نجمو نحسنوه لكن الرؤية على المقترح هو بيدو يجي نمشو للسبستانس ما علينا في شكليات نتأجي مع مشروع ومبرشة كلام ومبرشة كلام يهزنا للسياسة ويهزنا لمظلة المظلة السياسية للبرلمان المرسوم ثمانية وثمانية المرسوم ثمانية وثمانية موارك في 24 سبتمبر 2011 والبعض يعتبروا من المجتمع المدني يعتبروا شامل ونقصوا حد شيء ويكفي تطبيقه ويقول هايك للرقابة يكفي أنها تقوم بالعمل المتاحة تكل شيء تعدى سلامات والآن نية المشرع ونية الحكومة ليس هي فقط التضييق على العمل الجمعيتي شنو إيجابتك على ذلك مدام؟ هو المرسوم ثمانية وثمانين صحيح في برشة نقاط قوة في المرسوم هذي وجاء في وقت خاص جدا وسبيسيال في تونس لكن رأوا أي نص قانوني مهما تكون قيمته قابل للتعديل وقابل النقد وقابل النقاش وذين هو صار في المرحلة هذي الحاجات اللي نقصة شوية هي الحقيقة في المرسوم احنا شفناها فما رأوا حاجات بسيطة برشة رأوا بالعكس معناها هي تزيد تعطيه قيمة رغم اللي هي نواقف هي فما مثال السجلات تنظيم مسك السجلات اللي هو كان فاق شوية الذكر متاحها ما كانش محدد كيفاش مسك السجلات كيفاش التأشير عليها السقف مثال ذي في منصر حتم رأوا جمعيين سقف التمويل النقدي خمسمائة دينار اللي هو شوية في الوقت الحالي مثال إذا كان احنا بش نخدمه كان على المرسوم نجمو نزيده فيه شوية خاطر نعرفه اللي خمسمائة دينار فلوس في اليد ما عاش نعمل حتى شيء بي فما تقارير محكمة المحاسبات إذا كان احنا نحبه بالحق نحكيه على شفافية وننزو الجامعيات من الشبهات ومن التهم اللي قادة تتوجه لها محكمة المحاسبات تقريرها لازمش يكون تقرير سوري لازم يكون تقرير سنوي مرفق بأجال لإداعه مرفق بتقرير مراقب المحاسبات تقرير هذي يزدهم لازمش يكون كان على التمويل العمومي على خاطر إذا كان الجامعية تحب تتهرب هي من المراقبة من حكمة المحاسبات تقول لك ما تعطني تمويل عمومي تونيق تمويل أجنبي إذا نحب نخدمه بالشفافية ونشوفها الجامعيات فاش قادة تخدم بالضبط وما غير ما نقعد ونتهم فيها خلينا نظم حتى الرقابة اللي عنا في وسط المرسوم لكن الرقابة اليوم هذي الجامعيات في تونس اليوم ورقبة من أثناش الهيكل فمشكون يقول من داخل نسيج جامعياتي لأثناش الهيكل هذي يكفي أن نفعل صلاحياتها وهي تنقول ونبقيه على المرسوم الثمانية وثمانين اللي هو مرسوم مكسب مكسب من مكسب الثورة عليش مكسب من مكسب الثورة على خاطر ما فيهش رقابة قبلية ولهناء هذا السؤال سؤال في علاقة بالتمويل الأجنبي وسؤال في علاقة بالرقابة القبلية أنا كدولة أنا كسلطة تنفيذية نعطيك ولا ما نعطيك شالرخصة باش تعمل جامعية وهذا ينجم يكون قاتل للنسيج الجامعياتي شنو أرايك مدام ولا يكون فيه زبونية جديدة لسلطة تنفيذية هو اللي تقول فيه بش نرجع بيكل أثناش ونهايك المراقبة تجم تعمل حتى خمسين هيكل إذا كان ما تصيرش إذا كان مفاماش شكون يعمل هذيك ووقتاش وكيفاش وتنسيق ما بيناتهم كان ما عملنا حتى شيء هو المهم جدا وللفكرة اللي احنا حتى فيه في النقاش فباغ القانون اللي نطرحه فيه علاش ما تصيرش تكوين هيكل خاص فريمان بالرقابة متاع الجامعية هذه سهل على الجامعي هو كل مرة هاو مشايل لغانه ما بعد يطال لقبضة ما زالت احنا بش نشوفوها بيصير هيكل كامل خاص به تو احنا نشوفه فما إدارة في فلاك وإدارة في في القصبة وعنده محكمة المحاسبة وعنده بعض الترخيص اللي بشيخدم من بعض الوزارات يخدم معه هذا تشتيت الرقابة لكن مدام جبالة مرة أخرى مدام جبالة انتو ما قاعدين نتجاودوا في النقاش حول ذلك 100% عندكم دي ديريكسيون اليوم نتكلموا على إدارة مستقلة نتكلموا على إدارة تحت إدارة رئيسة الحكومة نتكلموا على شو نحكيه واذا كنقولوا هيكل هيكل يقوم بالرقابة شنو نوعه هالهيكل يقوم بالرقابة هي هذي الفكرة اللي احنا طرحناها وكي تعمقنا في النقاش وكي تعمقنا في المرسوم وين خلصتوا شو الأفكار المطروحة مثلا كما قلت نستنى في إدارة الجمعيات وفي رئيسة للحكومة كي بشي جيوا باحدنا بش نطرحوا أفكارنا أفكارك ومش تقول مدام اليوم أفكارنا بش تقول اللي احنا نخلقوا هيكل مستقل مستقل اللي هو بشي تلهاي بالجمعيات وبالمنظمات مثلا الإدارة العامة للجمعيات اسمها مثلا مثل الجمعيات شكرا عارفها هو توفهما مدير عام توفهما مدير عام أما هو في الأصل فما مدير عام اللي يكون عنده الإدارة فما برشا حتى الإدارة كي تمشي لها تشوف تلقى برشا مديرين عامين وكي كانت يدجا وزارة يعني نعرفوا اللي كانت فما وزارة كانت لها بذية وقعدوا مديرين عامين ما غير هيكلة ما غير حتى شيء على الشيء ذوما ما نلموهمش بالخبرة اللي عندهم بالمكتسبات واللي تعلموها لكل باش نعملوا حاجة جديدة ومنظمة اليوم هل تعتبروا انتوما في لجنة الحقوق والحريات وفي البرلمان بسفعام هل تعتبر هالجبال لحب نسمع رأيك أن تعجيل النظر في علاقة بالجمعيات هو اللي عنده علاقة مباشرة بما سميه بموجات الهجر الغير النظامي وأنه اليوم الدولة تعتبر أنه جزء من المجتمع المدني يخدم ضد الدولة التونسية وأنه يخدم ضد الدولة التونسية على خطر يتآمر على الدولة التونسية ويتآمر على الدولة التونسية بمفعول حتى تمويل أجنبي هذا موجود أنه هذه موجودة عندكم كهاجس موجود في تجويد والتشريع الجديد هو كي تطرح وال كيفاش نحن الفسارة ملقيتش بالنسبة لشرح الأسباب هو يعطيك على جهة المقترح من النواب شرح الأسباب لكل ما كانش فيه الهجرة الغير نظامية ولا كان أكثر متعلق بالعملات الإرهابية وبالمال السياسي وتوظيفه وبتطبيض الأموال يعني هذي كان أكثر فيه شرح الأسباب ودجا سبق الموجة هذي اللي توا نشوفه فيها في الحديث على الهجرة غير نظامية صحيح خلطة الهجرة غير نظامية خلطة المشاكل اللي كثروا شفناها معناها فجأة فقنا فقنا السودان مغلي عندنا مشكلة كيف كيف خذوا منه شوية توظيف في الأسباب متاع لكن مدام جبال الآن اللي يهم مني هو أنه نفهم بالضبط البعض صعي بياسر لنخلطي لفهم النواية لكن اليوم فما قراءات على الساحة السياسية والقراءات هذي تقول قول تضييق على الجمعيات تضييق على الجمعيات اليوم الفكرة العامة هو أنه نحب النسيج الجمعياتي يكون تحت إرادة السلطة التنفيذي نقطة ورجع للسطر هذا شنو الإجابة متاع مدام جبل علي هو أحنا بالنسبة لنا كلجنة الحقوق والحريات وكتعاتينا مع المقترح اللي قدمنا والمشروع البشيجي أولا أحنا في الفصول وفي تدول وفي دراستها رأنا نحترم أول حاجة الدستور التونسي اللي هو ينص على حرية تنظيم الجمعيات والتنظم وحرية التعبير وزيدة كيف نحترم المعهدات الدولية اللي تونس امسح عليهم دونك إذا كان أحنا من عنا بش يخرج نص غير ملائم للحاجة دونك إذا ما معاش تولي لجنة الحقوق والحريات الحقيقة معناها الموضوع هذا بالنسبة لنا كأعضاء لجنة موش مطروح جملة اللي أحنا بش نمشي وفي التذيق على الجمعيات هو الهدف من المراجعة هي تنظيم الجمعيات وخاصة مراقبة المال اللي بش يكون ثم الحقيقة احنا كما نقول واحد يكر على جماعة معناها ساعات جمعية تقترف بعض الجرائم في تبيض الأموال وإلا في تعامل مع منظمة إرهابية أو غيره وهي اللي تعطي الصورة الخائبة علش لا ما نعملوش قانون ما يكونش فيه فصول تنظم العملية متاع التمويل الخارجي ووقتها نحيو التهمه على الناس كل وبالعكس نجيبه قانون يكون يحترم الحرية ذي احنا ما دامنا ما نزلنا ما ناش إزاء القانون وفصوله ومشروع القانون ما نجموش نحكيه دونك في كل الحالات قاعدين نحكيه على مشروع منتظر الآن لا ربعة وخمسين شامنا فيه لا ربعة وخمسين لا ربعة وخمسين للآن ما بين مبادرة للتغيير وإلا للتنقيح صحيح صحيح واللي اللي سمعناه من قرارات مكتب المجلس اللي مش بجتم إحالته سواء على لجنة التشريع العام ولا لجنة الحقوق والحريات في الوقت الحالي ومجموعة من النواب اللي تقدموا بالمبادرة هذه قاعدين يقوموا عنها بجمع للإمضاءات للتسريع في إحالة المقترحة هذه على اللجنة شنو رأي رئيس لجنة الحقوق والحريات في المرسوم 54 واستعملوا أنا بالنسبة الهيلة جبلة مش حدك رئيس لجنة والحريات ونا كنت واضح جدا من النواب اللي أمضا على المبادرة هذه لحقيقة أنا نشوف المرسوم 54 جاء في ظروف خاصة شوية لكن المرسوم هذية لازم برشة تعديل نشوف المرسوم هذية خاصة معناش برشة من اللي صدقنا حتى على اتفاقية بودابيست اللي لازمنا ملائمة للقوانين اللي عنا والمراسيم اللي عنا تكون ملائمة زادة كيف كيف للمعهدات الدولية اللي هي تجي أعلى من القوانين دونك فمع حاجة أخرى اللي لاحظناها اللي هو استعمال المرسوم هذية في غير الأماكن اللي لازم تكون فيه في غير القضايا اللي لازم تكون فيه في الحقيقة معناش نشوف مثال بعض الصحفيين اللي تتم إحالتهم على المرسوم 54 مية وخمستاش هذو ما بعض الإشكاليات اللي نحب نراجعوهم خاصة في بعض المحتوى من بعض الفصول في المرسوم هذي أي دونك يقول قايل في الأخر سنخلص لماذا سيدة جابلة معنا أي يوم بعد وم بعد إذا كان هو معطل في البرلمان إذا كان جزء من البرلمانيين اليوم قاعد يقول لا يا منعاش بعد الانتخابات تنشوفه بعد الانتخابات الرئاسية وكأنه احنا وين من هذا الكل اليوم اليوم رئيس للجنة الخوخ والحوريات في البرلمان شو قادرة تعمل في علاقة بهذا شو شو الإرادة لعنسيتك ولا القدرة لعنسيتك كبرلمانية هو أنا كبرلمانية العمل اللي خدمنا به اللي احنا تبنينا المقترح هذي ومقتنعين بضرورة التغيير والتنقيح بما يتناسب مع الدستور بما يتناسب مع المعادات متاعنا حاجة لولا الحاجة الثانية احنا مجموعة من البرلمانيين ومن زد من جملة اختصاص اللجنة اللي هي مكلفة بالأعلام اللي كان عنا لقاء مع السيدة الصحفيين نسمعنا معناه المشايا المتاحهم نشوفوا لغمارك متاحهم قادرستخز عبورتان ومش ندخلوا في علاقة ولا في تواصل مباشر مع الهيكل المختص معناه في الموضوع هذا القانون هذا بدي احذرنا احذرنا معاهم مسمعناهم يخي شنو هالنسي كل تقول لك احنا ال54 مثال يتم استغلاله ولا يتم استعماله بصفة معناها السلطة مفرطة فيه قاعدين نخدموا على الموضوع هذا جروب متاع نواب طلبنا من مكتب المجلس بطبيعة وهو فما معناه تسلسل في الموضوع وتسلسل طلبنا من مكتب المجلس اللي هو يتم إحالة المقترح هذا وبشو نشوف توا الرد متاح وما في بعض اللي المكتب بجاي شوف مادم جبل نتعطى مع مواطنة التونسية اسمها هالة جبل وفي نفس الوقت هي رئيسة لجنة الحقوق والحرية برلمانية منتخبة من عن شعب التونسي وفي نفس الوقت هي رئيسة لجنة الحقوق والحريات بعد ثورة الحرية والكرامة في 2011 عنا تتصور المسئولية لعلاعات قصيتك نعطيك مشهد نحن على جهة التآمر على أمن الدولة على خاطر ممنوع التعاطي فيه إعلامين وهذا زد بيدو على مستوى الحقوق والحرية فيما يتقال هي تسدي نحط على الطاولة مرسوم 54 وهشاشة للصحفيين كان يحكي عليها النقيب ويقول أنه عن قريب اندثار لـ 70% من المشهد الإعلامي هذا كلام نقيب صحفيين مشهر هي تنشوف لمهنة المحامات هات نشوف في نفس الوقت اليوم وضع جمعياتي اللي جزء من النسيج الجمعياتي يقول لك أنا مستهدف في كل الحالات عندي هات نقول 5% من جمعيات عملت عميل لا اليوم تحب السلطة التنفيذية تستغل الوضع بيش تحط تحت نفوذها كل النسيج الجمعياتي ويصبح زبوني لدى السلطة التنفيذية هذا روء إرث مدى هذا روء غدوة الناس بيستغذر البعض في عينها بيش يقولوا شكون كان في البرلمان شكون دافع شكون ما دافع هذا شبنا نعمل معه في الفترة الجاية مدى معناه هو قاعد يتغذى يوميا ويتغذى هكترا معناه من عند عديد الأطراف أحنا كيفاش بش نتصرفه معه شو تعتبر اليوم فما إمكانيات لتفادي انحرافات قاعدة تصير من خلال الموضع اللي كنت نحكي لك عنها الكل هو اللي قاعدين نتعامل معه أولا هو كيف تلقى مجموعة من النواب وتلقى مجموعة من أعضاء لجنة حق والحريات ولا رئيس لجنة حق والحريات اللي احنا مستندين القضية حرية التعبير وقضية ما يكفيش مادم جبال علش ما تعطيوش رئيس الحكومة وتقولوله يا سيد رئيس الحكومة وتسألوه أمام البرلمانيين في جلسة عامة شنو سياستك اليوم الجزائية شنو اليوم ولا سيدة وزيرة العدل شنو اليوم انت بش تعمل للإعلام التونسي اللي قاعد يحتضر وقاعد يقولك لني عندي مشكلة علش ما تعايت هذا دورك لا هذا هو دورنا هو أحنا كيف أقول لك بدينا في سلسلة من اللقاءات اللي بش نكمل ونشوف فيها هل سياسة دعم الإعلام كيفش بش تكون ونخدم فيها مع مجموعة يعني مجموعة من الصحفيين ومجموعة من زملائي النواب هذه الحاجة الثانية عنا اللقاءات مع رئيس الحكومة ولا وزيرة العدل الحقيقة هو كمش في الموضوع ذلك أحنا طالبين نرى جالسات حوار مع سيد رئيس الحكومة ومع أعضاء من الحكومة في بعض المواضيع لكن حد الآن ما فهمش تجاو وهنا علش إذا كان يكون إذا كان يكون العمل حسب رأيك مدام جابلة علش ما فهمش تجاو اليوم اليوم في العالم جزء من العالم يستهدفنا ما يستهدفناش ذلك حكاية أخرى قاعد يقول شوفوا توليس رأي قاعدة تنحرف بيش نعملو معنا يا سيدي هما مستهدفين يحبوا يضرونا أوكي لكن فما دفين تتو فما حاجات اللي كينو خزروا لهم قلوا هو ما هو بش يستند على أنك عندك صحفيين مثلا في السجون إي أحنا شنعملو كتوينسة بش نوريو الي قادرين مثلا داخل المؤسسات يصير أربيتراج قلتلك عليش مثلا ما تستدعوش رئيس حكومة مجاو بتيش لحد مدام جابلة هو أهم حاجة هو أهم حاجة اللي أحنا بش نقعد ونشوفه بش نستنى الخارج كيفاش بش يغزر لنا هات أحنا شوفوا رواحنا الساعة نعملو تقييم رواحنا بغض النظر هما بش يقولوا تقييم رواحنا شيقول تقييم رواحنا شيقول أحنا هنا هاي انتي مدام جابلة على تقييم رواحنا شتقول هنا كي ما قلت لك راهو كلمي كان واضح نعرف نعرف كلمي واضح اللي أحنا هنا في نقطة في وضع دقيق جدا نشوف اللي عنا برشة مشاكل اجتماعية واقتصادية لكن نحبو ديما نميلو بيهم المشاكل السياسية دونك هنا اسكو بش نلقاو الحلول الحلول متاعنا مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية أدخل فيغا المشاكل السياسية ولا تصدير المشاكل السياسية راهو ذي هو التقييم اللي راهو لازم ننفيقه لأحنا فيما رح لقى دقيقة شوية اللي البلاد تعاني للي البلاد تعاني اللي البلاد تعاني كي تشوف كتشوف عن أزمة في التشغيل عن أزمة في الموارد الغذائية شو علقوا بالحرية ما دام هالجبل راهي الحرية أنت ما تجم تحكي على حرية إلا إذا كان أنت أبسط حقوقك كإنسان أنت تأكل وتشرب وتعيش في أمان وفي استقرار ويكون عندك مورد رزق أو حتى كان حتى بسيت باش نجم تقول أنا عندي حقي كيفاش أنت بشتخمم وكيفاش أنت بشتطالب بحريات وكيفاش أنت بشتطالب بحريات وكيف أنه نوعا ما في التعبير أو في التفكير إذا أنت ما عندكش هذه الحاجات البازيك فما معناها فما أشياء اللي رأوا في البزوان أنا هنا نشوف في الوضعية هذه عننا برشة مشكلة قل في مختر شوية لا لا مش مختر شوية لا مش قل بنعلي كان يقول الكلمة ذا يا را بنعلي كان يقول الكلمة ذا معناها على أسأل أهلا غالب مدام جابل أهلا غالب أنت هزيتني غادي هو كان يقول كلمة ذا معناها وكأنه البطون قبل العقول لا مش هذا يا لا لا يا مدام أنا قلت شنو الحاجات اللي تخلينا في وضعية دقلي لا تخرجيش كلمة موسيق أنا نحكي فسالك شنو الوضعية الدقيقة لإحنا فيها نزيدوا مع هذو من الكل نلقاو بعض الأشياء كما مسألت الهجرة الغير النظامية والأفارقة لو لو يهدوا توينسا كما نلقاو اللي عنا مثل بعض القوانين والحاجة اللي أحنا نحبوا نحسنوهم ونجودوهم ولكن نلقاو في رواحنا معنا نحب نجمو نقولو هذه اللي تلقى روحك عندك شوي بلوكاج حتى مونانتر مادام هالا جابل أنا شنو أتحبني نجاوب العيل الصحفي موجود في السجون التونسية بمفعول الـ 54 نقولهم ليرا وأحنا تو الوضع دقيق استناهوا خلي نحلوا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية موكو 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 احنا إذا كان جينا نحكيو في الأحدث هذه ولا إذا كان جينا مأمنين بالفكرة هذه أنتي أقعد غاديك اتو موش وقتك نحنا له نحن له هو طوما موجود مذا بلا نحنا منش موجودين هنا أنا واحدة من لازراني منش موجود هنا إذا كانت احنا نخمو بالطريقة هذه دونك اللحere حقيقة ستخدي لا تقولش تخمم هذة مدامي فرّديك سمعني نسمع بعضنا دقيقة من زمان اليوم الوضع هو الوضع كيف سيتعامل البرلمانيون وإلا لجنة الحقوق والحريات مع الوضع الرهي في الـ 54 أساس عندك صحفيين في السجون التونسي اليوم كيف ستتعامل اللجنة مع ذلك بالنسبة لنا كلجنة وكمجموعة أعضاء من اللجنة قدمنا المبادرة لتنقيح الـ 54 ديما نقولوا حتى في البساج متاعنا وميديا وحتى في علاقتنا بالسلطة التنفيذية بالنسبة للصحفيين عندهم المرسوم الـ 115 احنا ديما نديوا القضاء باش يستعمل الـ 115 انتخطان عنا الـ 54 اللي في بعض عدم التناسب في العقوبات وفي الجرائم وفي تنسيبها وفي المعادات الدولية اللي احنا قاعدين نخدم عليه من خلال التنقيح اللي قدمناه دونك هذي هو العمل المتاعنا بالنسبة للحوار الحقيقة مع الحكومة كيما قدتك احنا تقدمنا بطلبات لعقد جالسات حوار مع السيدة أعضاء الحكومة في مختلف المواضيع اللي يرينيها معاناها مهمة جدا ولكن الحد الآن مزانا نستنيه ووقتاش بشيجيو بحثنا شكرا لك مدام هيلة باركة لو فيك